حين الكرتزول إذا صعد يؤدي لأمراض مثل ما قلت لي 100% الـ 14% الـ 15% مثل ما بالنسبة للأطفال شوف الطفل عندما يلعب بجيما قاعد من الصبح ليب الليل على البلاي ستيشن شنو قاعد يصير؟ قاعد يقاوم مثل هذا يعطش يبي ينام قاعد يكشت بالمنبهات والأوردارات اللي قاعدته حق مخة والسبة منو إنه قاعد يباشر لعبة ويعصب آه خسرت عيد ومدري شنو راح يرتفع عنده منو الكرتزول شنو راح يسوي الكرتزول؟ زيادة بضغط الدم يصير عنده هشاشة بالعظام زائد شنو؟ عادي يصير مصاب بالسكر الكرتزول يخلي البنكرياس ما يفرز إنسلين زين هذا كل يوم قاعد يلعب جيمز يعني كل يوم إنسلين ما يفرز إيه؟ بعدين راح يضعف البنكرياس يعني إذا شفت ولدك صابه مرض سكر من غير أي شيء ترى من الجيم يمكن تستغرب أو شخص يقوله راح زين الجيم أنا فسرت لك ياه الكرتزول شي سوي ما يخلي بنكرياس يفرز إنسلين وساعات من الصبح الليل الليل الله يخليكم ساعة بس وإذا شفتي ولدك من فعل باللعبة الله يخليك شوف دائما بالياها لازم تسوين شيء يعني أنا ما أرضاه أنا مستمتع من شيء تشيلها مني مرة وحدة؟ لا انقهر عطى الياها اللي انقهر عطى شيء مقابل إيش رايق قوم قوم خلنتمشها هد اللعبة أما تقول خلاصه بس انت راح ترفع كرتزولة لزيادة وأنا مستغرب يعني ساعات أروح شالة أو مزرعة انتوا ليش هاي المزرعة عشان تستمتعون؟ هذا ليش هاي بايبادة أو تلفونة؟ قطعوا استمتعوا بالطبيعة خلي اللعبون بالإتراب خليه يتوصل خليه يشم أكسجين بعض اللعب بالإتراب يا جماعة جسمها راح يكسب فيتامنات ومعادن بس خففوا مجمعات إضاءات صناعية خلي الولد يعيش طبيعته بس أهم شيء بدان برقباتكم يعني سولة سيستم ما يصيرت مرة